سجلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان اضطرادا بعدد الإصابات بالسرطان في آخر تحديث لها يصل إلى العشرة آلاف بزيادة عن إحصائيتها السابقة بألف إصابة متنبئة بزيادة الأعداد في السنوات القادمة تفوق العشرة آلاف إصابة وهذا واقعا يعني اليوم هناك بالمناسبة إصابات لم تسجل هناك أناس يموتون بالسرطان ولم يستطيعوا حتى المراجعة الطبية فالعدد هو يلامس العشرة آلاف بل يزيد خلال خمس سنوات إذا بقي الحال على هذا المستوى من التعامل مع التلوث فالعدد سيكون ربما بأرقامها إلى جدل فيما تنتهز المفوضية هذه المؤتمرات لطرح رؤاها من خلال تخصيصات مالية للبصرة وكاركوك لما لهنالك من مشتركات بين هاتين المحافظتين في التلوث البيئي نتيجة الاستخراج النفطي الأمراض السرطانية التي تزداد في كاركوك والبصرة يخلينا نفكر ليش هذا الأمر ما معنى التلوث البيئي الموجود والأمراض السرطانية والثلاسيمية وكل هذه الأمور أثرت على الجميع أنا رؤيتي أنه نخصص دولار واحد لحماية الأطفال مستقبلاً وتخاء من كل برمي النفط في المحافظات المتزلة للنفط الأمراض الصدرية أبرزها الربو والعجز الكلوي وتشوه الأجنة والإسقاط المباكر نهيك عن السرطان شك والمسؤولين في الحكومة المحلية لكن الاستجابة تبدو ضعيفة ضرورة حفظ حقوق الإنسان من حيث التلوث البيئي نجد من خلال مؤشرات زيادة أورام السرطان وكذلك أمراض الربو والحساسية والطفح الجلدي المتشرة في القضاء أن هناك تزايد وبالتالي ضرورة أن تكون هناك شفافية في طرح التقارير البيئية حول التلوث البيئي نعم في بداية الترخص الصفتي كنا نطلع وكنا نشترك بورشات عام المعام وناقش مساوى التلوث البيئي ولكن في الفترة الأخيرة لم نجد هناك أي شفافية بالعكس زادت إسراجات النفط ولم نطلع على أي تقرير وطالبنا عدة مرات من تكون هناك شركة استشارية دولية لتحديد حجم التلوث البيئي في قضاء الزبار لقناة دجلة حسن مظلوم البصرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر